اهلا بكم مشاهدين مجددا الى اطلالة سريعة الى ما تدولتها الصحف الامريكية والبريطانية ونستهلها من وكالة بلونبيرغا الامريكية التي اجرت مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قال ان السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين امريكيين على خطة لادارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ووضح اشتية بحسب اللقاء نفسه ان النتيجة المفضلة للصراع هي ان تصبح حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس التي تدير القطاع حاليا شريكا اصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية واضف اشتية انه سيكون هناك مجال للمحادثات اذا كانت حماس مستعدة للتوصل الاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية مبرزا ان الفلسطينيين يجب ان لا يكونوا منقسمين وان الهدف هدف اسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعيا نقلت صحيفة بوليتيكو الامريكية عن ثلاثة مسؤولين اسرائيليين ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ابلغت اسرائيل ان امامها حتى نهاية عام الفين وثلاثة وعشرين لانهاء الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة لكن احدهم وهو مسؤول رفيع وفق بوليتيكو قال ان اسرائيل ستتجاهل على الاغلب تحديد موعد نهائي لعمليتها العسكرية ضد حماس من جانب الولايات المتحدة وقال المسؤول الاسرائيلي للصحيفة ان ادارة الرئيس الامريكي نصحتهم بعدم الذهاب الى غزة لكنه بحسب قوله فعلنا ذلك ذهبنا الى غزة لان هذه كانت الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تدمير حماس وتحرير الراهائن الى صحيفة الواشنطن بوست الامريكية التي دعا من خلالها كريس فون هولين عضو مجلس الشيوخ الامريكي عن الحزب الديمقراطي في مقال كتبه للصحيفة الى عدم الانسياق وراء العواطف في التعامل مع مجريات الحرب على غزة محذرا من تكرار هذا الخطأ عندما انساق الامريكيون وراء الحزن والغضب بعد احداث سبتمبر الفين وواحد واكد السياسي الامريكي ان الولايات المتحدة عليها ان لا تدعم استئناف الهجمات الاسرائيلية على غزة كما طلب الرئيس بايدن باخضاع رئيس الوزراء الاسرائيلي من يمين نيتين ياهو لقدر اكبر من المساءلة ودفعه في اتجاه تقديم خطة واضحة الملابح للتقليل من المستويات غير المقبولة لاعداد الضحايا من المدنيين والتعاون ايضا الكامل مع الجهود الامريكية لتقديم المساعدات الانسانية للمدنيين في غزة منوها الى ضرورة ان يتفق ما تقوم به اسرائيل مع المصالح والقيم الامريكية والقانون الامريكي والقانون الانسانية تولية صحيفة الجارديان البريطانية قالت ان اللقطات التي اظهرتها اسرائيل على انها لاستسلام مقاتلين في شمال غزة غير صحيحة واوضحت الصحيفة ان اللقطات تظهر الجيش الاسرائيلي وهو يستعرض عشرة الرجال الفلسطينيين منزعية الملابس حيث زعمت وسائل اعلام اسرائيلية ان الصور تظهر مقاتل حماس لكن الحقيقة انه تم التعرف على عدة مدنيين بينهم صحفيون واطباء وعمال في القطاع الصحي في شمال غزة ضمن من اعتقلتهم قوات الجيش الاسرائيلي وهم مدنيين قالت الجارديان نقلا عن جاسيكا موسى المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر قولها انها قلقة جدا من صور رجال فلسطينيين منزعية الملابس ويستعرضهم الجيش الاسرائيلي في غزة مضيفة انه يجب معامل جميع المحتجزين بما يتماشى مع القانون الانساني والدولي مشاهدين كانت هذه هي اطلالة سريعة فيما تدولته الصحف الامريكية والبريطانية لنهار يوم ختم هذه الجولة في امان الهام